أعلن تنظيم داعش أنه سجل مقتل وإصابة 69 من أفراد الجيش النيجيري وقوات أفريقية مكلفة بمحاربة المتطرفين في هجمات على مدى الأسبوع الماضي التنظيم الإرهابي ذكر في صحيفة النبأ التابعة له أن مقاتليه قتلوا عددا من أفراد التحالف الأفريقي في هجمات على ثكنة عسكرية وموقع عسكري وبلدة في ولاية بورنو بشمال شيقي نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد